هي دورة تدريبية اختتمت اعمالها في المركز الثقافي جالو استهدفت 14 متدربا من الاذاعات المسموعة لمدة ثلاثة ايام حول اساسيات العمل الاذاعي بتنظيم مؤسسة المعمل الصحفية واشراف مؤسسة الفرسان للتنمية ومفوضية مؤسسات المجتمع المدني جالو الدورة التدريبية بعنوان البيئة الالمية استهدفت الموظفية وموظفات الراديوات المحلية في كل من راديو شخرة راديو توعي اف ام وراديو جالو حول اساسيات العمل الاذاعي تنظيم البرامجي في ثلاث ايام معدل اربع ساعات يوميا تنظيم كان من منظمة المعمل الصحفي وهي احد مؤسسات المجتمع المدني في مدينة جالو وصق المواهب من اجل الاعلام راقي وناضج مبني على الاسسل العلمية والخبرة ومبني على العمل المهني الاخلاقي السليم تطوير وتنمية قدرات موظفي الاذاعات المسموعة في الواحات الذين انخرطوا في مجال الاعلام المسموعة هو هدف اقامة الدورة التدريبية تركزت الدورة على الموضيع الاعلامية الخاصة بالاعلام المسموعة وكيفية التطوير من الاذاعات المحلية عمل دؤوب وتنمية كوادر القطاعات اتجاه يسعى المنظمون بلغاه وكل على امل ان تتكرر هكذا مناشط وتتواصل في قطاعات اخرى في المنطقة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة